موسيقى اهلا وسهلا اعزائي الطلبة والطالبات الصف الحادي عشر ادبي في حلقة جديدة من حلقات دروس الرياضيات عنوان حلقتنا عزيزي الطالب لهذا اليوم وهي بعنوان انواع العينات سوف نتناول بعض التمارين وانواع العينات بالمنتظمة والبسيطة والطبقية ابقوا معنا بعد هذا الفاصل اعزائي الطلبة والطالبات اهلا وسهلا بكم من جديد في حلقتنا لهذا اليوم كما ذكرنا وهي بعنوان انواع العينات سوف نستدرج اسيزي الطالب انواع العينات وهي ثلاثة العينات العشوائية البسيطة العينات العشوائية الطبقية العينات العشوائية المنتظمة تمرين واحد اثناء دخول الحضور الى احد المسارح لمشاهدة مسرحية معينة وزع المسؤول عن هذه المسرحية بطاقات مرقمة من 101 الى 440 بحيث نال لكل شخص بطاقة واحدة المطلوب سحب عينا عشوائية بسيطة مكونة من عشرة اشخاص للاخذ بارائهم بعد انتهاء العرض باستخدام جدول الاعداد العشوائية عزيزي الطالب ابتداء من الصف الثاني والعمود السادس الحل عزيزي الطالب نذهب الى اخر الكتاب وجدول الاعداد العشوائية نذهب الى الصف الثاني والعمود السادس يبدأ في العدد 332 نأخذ الاعداد المحصورة من 101 الى 440 لاقل من 440 وهي المضللة عندنا بالجدول باستخدام جدول الاعداد العشوائية ابتداء من الصف الثاني والعمود السادس تكون الارقام الاشخاص هي طبعا قلت كما هي بالجدول المضللة الارقام الى اعداد المحصورة من 101 الى 440 درسنا انه لحساب العينة العشوائية الطبقية اولا نوجد كسر المعينة يساوي حجم العينة على حجم المجتمع الاحصائي ثانيا نحسب حجم العينة من اي طبقة كالاتي حجم العينة من اي طبقة يساوي كسر المعينة في حجم الطبقة المناظرة اعزائي الطلبة لتوضيح الخطوات نأخذ تمرين رقم 2 يريد صاحب احد الفنادق الكبيرة تقييم اعمال طاقم الفندق ليحدد قيمة اضافية على اجور جميع العاملين فيه يبين الجدول 120 موظفا في هذا الفندق بحسب الاختصاصات مدراء اقسام 10 مضيفون 40 موظفو استقبال 10 طباخون 20 عمال الخدمات 40 المجموع 120 هذه هي المجتمع الاحصائي الموجود تم سحب عينة عشوائية طبقية مكونة من 12 موظف اذا حجم العينة اللي رح انا استخدمها 12 موظف ما حجم كل عينة عشوائية بسيطة مسحوبة من كل طبقة طبعا اول شي عزيزي الطالب قلنا رح نوجد كسر المعينة كسر المعينة اللي هو حجم العينة على حجم المجتمع الاحصائي كسر المعينة يساوي حجم العينة على حجم المجتمع الاحصائي ولازم تكون عزيزي الطالب حافظ هذا القانون حجم العينة 12 على حجم المجتمع الاحصائي 120 باستخدام الآلة الحاسبة كسر المعينة يساوي 1 من 10 حجم العينة الطبقية يساوي كسر المعينة في حجم الطبقة المناظرة طبعا عزيزي الطالب حجم اللي هي العينة الطبقية نوجدها حق المدرأ وحق اللي هما الموظف واستقبال والموظفين وعمال الخدمات والطباخين اللي عندنا حجم العينة حجم عينة مدرأ أقسام يساوي 1 من 10 في 10 يساوي 1 حجم عينة مضيفون يساوي كسر المعينة 1 من 10 في 40 يساوي 4 حجم عينة موظفو استقبال يساوي 1 من 10 في 10 يساوي 1 ننتقل إلى حجم عينة الطباخون يساوي كسر المعينة 1 من 10 في حجم الطبقة 20 يساوي 2 حجم عينة عمال الخدمات يساوي 1 من 10 في 40 يساوي 4 وبالتالي تكون العينة العشوائية الطبقية مكونة من مدير 1 و4 مضيفون وموظف استقبال 1 و2 طباخون 4 عمال خدمات نلاحظ عزيزي الطالب إذا جمعنا عدد المدير وأربع مضيفون والموظف الاستقبال والطباخين وأربع عمال الخدمات إذا جمعناهم يعطيني حجم العينة وهي إثناء الشخص ننتقل عزيزي الطالب إلى تمرين رقم 3 في شركة عالمية لإنتاج السيارات وبيعها يوجد 500 تقني صناعي مرقمين من الواحد إلى الـ 500 و100 عامل صيانة مرقمين من 5100 وواحد إلى 600 و200 موظف مبيعات مرقمين من الـ 601 إلى 800 والمطلوب سحب عينة عشوائية طبقية مكونة من 24 موظف لاحظ عزيزي الطالب إن حجم العينة الموجودة عندنا 24 نزين حجم المجتمع الإحصائي نشوف مع بعض 500 تقني زائد 100 عامل زائد 200 موظف مبيعات إذا جمعناهم يعطيني حجم المجتمع الإحصائي يساوي 800 لدراسة تأثير الأزمة العالمية على سوق المبيع باستخدام جدول الإعداد العشوائية هنا عزيزي الطالب نبدأ الحل حجم العينة يساوي 24 كما ذكرنا وحجم المجتمع الإحصائي وهو مجموع 500 زائد 100 زائد 200 يساوي 800 وهو حجم المجتمع الإحصائي إذن أولا نوجد كسر المعاينة يساوي حجم العينة على حجم المجتمع الإحصائي يساوي 24 على 800 يساوي 300 إذن ثانيا نوجد حجم كل العينة بسيطة عزيزي الطالب احنا قلنا ان احنا لازم اول شي ناخذ نطلع كسر المعاينة ثانيا نوجد حجم كل العينة حجم كل العينة شي ساوي يساوي كسر المعاينة في حجم العينة المناظرة حجم عينة تقني صناعي يساوي 3 من 100 في 500 يساوي 15 حجم عينة عامل صيانة يساوي 3 من 100 في 100 يساوي 3 حجم عينة موظف مبيعات يساوي 3 من 100 مضروبة في 200 يساوي 6 فتكون العينة العشوائية الطبقية مكونة من عينات عشوائية بسيطة كما يلي 15 تقني و3 عامل صيانة و6 موظفي مبيعات نرجع عزيزي الطالب الى رأس السؤال رأس السؤال شي يقول لي يقول لي التقني الصناعي مرقم من الواحد الى 500 ومن الواحد الى 500 والعامل الصيانة مرقم من الـ 500 إلى الـ 600 وموظف المبيعات مرقم من الـ 600 إلى الـ 800 هنا نرجع عزيزي الطالب الى الجدول الموجود في آخر الكتاب نستخدم جدول الأعداد العشوائية لإيجاد أرقام 15 تقني صناعي من بين الأعداد من 1 إلى 500 فنجد الأعداد عزيزي الطالب عزيزي الطالب احنا في تمرين السابق استخدمنا جدول الأعداد العشوائية وحدد لنا الصف وحدد لنا العامود ولكن في هذا التمرين عزيزي الطالب لم يحدد لنا الصف ولا العامود إذن نذهب إلى الصف الأول والعامود الأول ونختار الأعداد المحصورة بين الـ 1 والـ 500 وهي كما ذكرناها في الشاشة إذن نذهب إلى عامل الصيانة نبي 3 محصورين من الـ 501 إلى الـ 600 وهي كما سبق وذكرنا فنجد الأعداد 592 590 543 نطلع موظفين مبيعات أرقامهم المحصورة من الـ 601 إلى الـ 800 نبي 6 موظفين إذن الأعداد 796 792 672 746 734 660 إذن طلعنا 15 تقني وثلاثة عامل صيانة وستة موظف مبيعات إذا جمعناهم يعطيني حجم اللي هي العينة الموجودة ننتقل عزيزي الطالب إلى نوع جديد وهو العينة العشوائية المنتظمة طبعا العينة العشوائية المنتظمة من أكثر العينات العشوائية استخداما العينة العشوائية المنتظمة حيث يتم تقسيم المجتمع إلى فترات متساوية الطول وعددها يساوي حجم العينة طول الفترة يساوي حجم المجتمع الإحصائي على حجم العينة ننتقل وممكن سحب المفردة الأولى في العينة باستخدام جدول الأعداد العشوائية أو عن طريق المختبر الإحصائي نأخذ عزيزي الطالب تمرين رقم 4 في أحد المصانع للمعلبات الغذائية حيث عدد العمال 600 يعملون على كافة الآلات في المصنع مرقمين من الواحد إلى 600 أراد مدير المصنع دراسة تحسين جودة منتجاته بهدف زيادة المبيع المطلوب سحب عينة عشوائية منتظمة طبعا عزيزي الطالب هنا خصص لي أن العينة الموجودة عينة منتظمة حجمها 10 مستخدما جدول الأعداد العشوائية ابتداء من الصف الثامن والعمود الرابع طبعا هنا قال لي أن العينة العشوائية منتظمة وقال لي أن حجمها 10 وحدد لي الصف والعمود في جدول الأعداد العشوائية ننتقل عزيزي الطالب إلى الحل نوجد أول شي طول الفترة يساوي حجم المجتمع الأحصائي على حجم العينة حجم المجتمع الأحصائي كم عامل؟ 600 عامل على حجم العينة المأخوذة هي تساوي 10 إذن يساوي طول الفترة 60 ننتقل نختار عزيزي الطالب أول عدد عشوائي مؤلف من رقمين لجهة اليسار باستخدام جدول الأعداد العشوائية على أن لا يزيد عن عدد العدد 60 طبعا عزيزي الطالب الجدول أمامك نروح حق الصف الثامن والعمود الرابع نختار أول عددين قلنا من الصف الثامن والعمود الرابع اللي هو الثلاثة نجد عزيزي الطالب أن العدد ثلاثة وهو تقاطع الصف الثامن والعمود الرابع فتكون الأعداد كما يلي نجد العدد ثلاثة عند تقاطع الصف الثامن والعمود العاشر فتكون الأعداد كما يلي المفردة الأولى وهي العدد ثلاثة إذن المفردة اللي بعدها ناخذ الثلاثة زائد الستين اللي هي طول الفترة يساوي ثلاثة وستين المفردة اللي بعدها ناخذ الثلاثة وستين نضيف لها طول الفترة 60 يساوي 123 إلى أن نوجد اللي هي العشر عينات اللي عندي 123 زائد 60 يساوي 183 183 زائد 60 يساوي 243 243 زائد 60 يساوي 303 303 زائد 60 يساوي 363 363 زائد 60 يساوي 423 423 زائد 60 يساوي 483 483 زائد 60 يساوي 543 إذن العينة العشوائية المنتظمة تتكون من العمال حيث ترقيمهم بالأعداد التالية اللي احنا أوجدناها 63 123 123 83 إلى أن نوصل إلى عشرة أعداد وهي حجم العينة العشوائية اللي عندي إذن عزيزي الطالب ليش احنا اخترنا العينة العشوائية المنتظمة وهي طول الفترة بين كل مفرد أو الثانية يكون ثابت وهي طول الفترة 60 ننتقل عزيزي الطالب إلى تمرين آخر في إحدى المدارس التي تحوي 48 طالبا مرقمين من الواحد إلى 48 المطلوب سحب عينة عشوائية منتظمة مكونة من 6 طلاب باستخدام جدول العداد العشوائية ابتداء من الصف الثالث والعمود الأول الحل أول شيء نوجد طول الفترة يساوي حجم المجتمع الأحصائي على حجم العينة يساوي حجم المجتمع الأحصائي 48 وحجم العينة يساوي 6 إذن استخدام الآلة الحاسبة إذن طول الفترة يساوي 8 إذن نختار أول عدد عشوائي مؤلف من رقم 1 لجهة اليسار باستخدام جدول العداد العشوائية على لا يزيد عن العدد 8 شدي عزيزي الطالب نفتح الجداول في نهاية الكتاب ونروح الصف الثالث والعمود الأول نختار العدد اللي هو يعطينا تقاطع الصف الثالث مع العمود الأول ونختار العدد اللي هو أقل من الثمانية أقل من الثمانية هذا الجدول عندي العمود الصف الثالث والعمود الأول نقطة التقاطع اللي هو العدد 7 إذن نجد أن 7 عنده تقاطع الصف الثالث والعمود الأول فتكون الأعداد كما يلي أول مفردة وهي العدد 7 المفردة اللي بعدها طول الفترة كم طلعنا 8 إذن 7 زاء 8 يساوي 15 ناخذ 15 نضيف عليها طول الفترة التي هي 8 23 39 47 إذن عزيزي الطالب نلاحظ أن المفردات اللي إحنا طلعناها على أبعاد متساوية إذن العينة العشوائية نسميها منتظمة إذن في نهاية حلقتنا لهذا اليوم عزيزي الطالب أخذنا أنواع العينات العينة العشوائية البسيطة والعينة العشوائية الطبقية والعينة العشوائية المنتظمة نراكم في حلقات أخرى من دروس الرياضيات ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة